السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلم في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون النص المسترسل الموسيقي المبدع سنقوم بالإجابة على أسئلة الحصة الثانية أتذكر أذكر الحدث الذي بدأ به السارد القصة في المقطع الأول وأقدمه لأصدقائي شفاهيا الحدث الذي بدأ به السارد القصة هو ابتداع النادي الثقافي في القاهرة بدعة إحياء حفلات صاهرة بين الفينة والفينة أفهم السؤال الأول بما كان السارد يشعر وهو يأخذ مكانه في المسرح كان السارد يشعر بالسعادة وهو يأخذ مكانه في المسرح السؤال الثاني ما الفقرة التي أثارت انتباه السارد في صفحة البرنامج؟ الفقرة التي أثارت انتباه السارد في صفحة البرنامج هي فقرة تلاتي عمر الخيام يقوم به علي أفندي وكريمته السؤال الثالث من هو علي أفندي؟ علي أفندي هو مغن ومؤلف وملح السؤال الرابع ما علاقة علي أفندي بالسارد؟ علاقة علي أفندي بالسارد صديقه في المدرسة الإبتدائية أحلل السؤال الأول هل فوجئ السارد بوجود علي أفندي على خشبة المسرح؟ أستخرج من النص العبارة الدالة على جوابي نعم فوجئ السارد بوجود علي أفندي على خشبة المسرح العبارة الدالة على ذلك في النص أحسست أن ابتسامة عابرة تتخيل على فمي لمعت في خاطر صورة ذلك الصديق الضريف السؤال الثاني لماذا سر السارد بتتبع ما سيقدمه علي أفندي من مشاهد؟ سر السارد بتتبع ما سيقدمه علي أفندي من مشاهد لأنه سيتنسم نفحة من نفحات الماضي السؤال الثالث أستخرج من هذا المقطع أربع صفات اتصف بها علي أفندي في طفولته أربع صفات اتصف بها علي أفندي في طفولته ضريف موهوب حسن الصوت ذوق سليم المرح السؤال الرابع أقترح اسم للمشاهد المصرحية الفكاهية والغنائية التي سيقدمها علي أفندي اسم للمشاهد المصرحية التي سيقدمها علي أفندي الفكاهة والإطراب نفحات الماضي أركب ألخص المقطع الثاني في ست جمل تلخص المقطع الثاني سعادة السارد بحضوره لإحدى أمسيات النادي الثقافي ومتابعته للمشاهد وبرامج الأمسية بشغف فقرأ ثلاثي عمر الخيام يقوم به علي أفندي وكريمته فأحس بابتسامة عابرة تتخيل على فمه لأن علي أفندي كان صديقه في المدرسة الابتدائية ما جعله يتنسم نفحة من نفحات الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر